ياسمين صبري تعلن خبر زواجها وقصة الحب اللي طلعت نفاتها قبل كده والجمهور هو ده بقى السري القطري أهلا بكم في قناة منوعات بوتة لأخبر الفن والفنانين والمشاهير وأحدث ترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل شاركة ياسمين صبري جمهورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام صورة لها وهي تقوم بمحادثة وظهر الشات في الصورة والمتبين دققوا في الصورة واكتشفوا ان ياسمين في الشات أرسلت صورها لشخص ما وهو رد عليها بومشونات قلوب كتير ومعنى ده ان هي في محادثة حب مع شخص ما وطبعا الجمهور كالعادة تفعلوا بشكل كبير جدا مع الصورة وظهر ده في الاعجابات والتعليقات حيث علق أحدهم عادي جدا أنا لما ببعت لصحبي صور ممكن يبعت لي قلوب على الصور وعلى آخر القلوب دي بيعملها الطرف التاني أو الحبيب وعلى آخر الصورة عادية جدا وممكن تكون شاد بين بنتين أصدقاء مش مستهلة ضجة دي كلها ومن الناحية الجمالية ظهرت ياسمين في الصور بإطلالة رقيقة وساحرة كعادتها مرتدية فستان طويل نبيتي مكشوف من الضهر بحرف V وصدر طائر من على الفستان وانتعلت حزاء اسود كعب عالي وحقيبة يد نبيتي براند كدعاية ولما تشعرها على شكل كحكة بشكل أفكي على رأسها ووضعت ميكب خفيف يتناسب مع الإطلالة وروش بينك خفيف وعلى جانب آخر فياسمين صبري بتستعد لعرض مسلسل رمضان رحيل التي قامت بعمل دعاية له على صفحتها الرسمية على موقع تبدل الصور والفيديوهات إلى الإنستجرام بوضع بوستر المسلسل كدعاية له وتحدثت أنها بعد سنوات غياب عن الدراما عائدة بمسلسل اجتماعي قوي وهو رحيل ترجمة نانسي قنقر